ورجعت لكم امهاتنا بموضوع زوين ومفيد واللي هو اهمية العناق او الاحتضان اه والفوائد دياله العديدة والتأثير دياله على نفسية الطفل وعلى الافعال دياله على كيفاش كيتصرف يعني بزاف تلاذاك يقللوا من اهمية العناق او الاحتضان والمزايا دياله او يقدروا يكونوا يعني مواعين بحال هاد الحوائج اللي كي بنوا يعني صغار واللي هما في الحقيقة كبار وخاصنا نرضو لهم البال ونحاولوا نطبقهم في حياتنا اليومية مع الاطفال ديالنا فالاحتضان اه يقدر امهاتنا يخلي الطفل ديالك يمتاز بدكاء عالي اه الدراسات اه تبتد هاد شيء اه بحيث اه طفل يعني اللي كيكون كيحصدنوه الاباء دياله كي تكون عنده فرص اكبر باش ينمو الطماغ ديالهم بشكل يعني جيد يعني اصلا كاللاحظو يعني الفرق ما بين الطفل يعني تربى في واحد الجو اللي هو كله حب وحانان من طرف الوالدين دياله وبين طفل يعني ما خداش حقه احتياجه الطبيعي من حانان وعاطف الاباء فكي تكون عنده يعني واحد الحرمان عاطفي اللي قدر يسبب له عقد نفسية ومستقبال اللي قدر الله فالحضن امهاتنا اه الحضن اليومي من طرف الام او الاب كيقوي الجهاز المناعي ايضا ديال الطفل وكيداويل كتير من العقد النفسية وايضا كيخليه يعني يحس بوحد يحس بالامان يحس بالتقة بالنفس هات الشي كان عكس ايجابيا على صحة النفسية والصحية ايضا يعني مش غير عنده تأثير نفسي بل ايضا عنده يعني تأثير يعني ايجابي على الصحة اه الصحة البدنية ديال الطفل ديالك فالاحتضان كيخلي يعني ولدتنا ايضا يعبره اه بسهولة على المشاعر ديالهم والعواطف ديالهم وهد شي يعني كيخليه يتعلم الاخض والعطاء ذحياته العاطفية والنفس ديال مستقبعا وكيقلل من التوتر والضغط النفسي اللي يقدر يعاني منه الطفل وخصوصا في فترة المراهقة كما كان عارفو يعني فترة المراهقة هي في واحد فترة يعني فترة حريجة يعني الطفل كيمر يعني بزاف ديال التغيرات فالاحتضان يعني اه كي عالج العصبية والغضب اللي يقدر يعاني منه الطفل وبالتالي كيكون واحد طفل اللي هو مستقر نفسيا اه طفل هادئ والمزاج دياله كيكون اه المزاج دياله كيتحسن كيولي يحس يعني بالسعادة اللي هو شخص مهم ومرغوب به هاد الشيك يخلي يعني اكثر اقبالا يتعلم اي حاجة يكسبت اي فكرة اه بغيتي تمررها ليه وكيساهم ايضا في عملية التوازن العصبية هادي نقطة مهمة جدا حيث كي تكون عنده واحد النفسية اللي قوية قادر يواجه بها الامراض والمصائب لقدر الله يعني هاد النقطة هادي ما تغفلوش عليها يعني الاحتضان احتضان راك يخلي طفل ديالك تكون عنده شخصية قوية متوازنة قادر باش يواجه بها يعني صعاب الحياة والمشاكل ديالها اللي قدر يعني يوجهها اه مستقبلا فاما هادنا ما تغفلوش على هاد الامور اللي كتبان يعني بسيطة كتبان بسيطة ولكن المفعول ديالها قوي ومستمر وكتبان التمر دياله وفي شخصية الدفل في الافعال دياله اه في في الاقوال دياله في الافكار دياله ايضا اه فما تبخلوش عليهم يعني بينوا ليهم الحب ديالكم العطف ديالكم الخوف ديالكم حيس الدفل اه هو واحد صفحة بيضاء يعني اتكسب عليها اللي بغيتي هو فقط كيتلقى وكي لاحظ فقصنا نكونوا يعني قدوة زوينة ونفهمو الطفل نفهمو اش بغا نفهمو لايش كي يحتاج اه نكونوا قراب لوليدتنا باش نربي واحد طفل اللي هو يعني طفل سوي باش يكون واحد الشخص اللي هو ناضج وناجح في حياته مستقبلا انه كيتم انتعبوا واحد صحة بدنية ونفسية جيدة وكانتمنى امهاتنا يعني يكون هاد الموضوع ايضا من الاعجابكم وتكونوا استفدتوا معنا ولو شوية ونطلقوا في موضوع اخر ان شاء الله وتهلوا اللي يفرصكم